موسيقى صباح الخير أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية بالذكريات من شباط استهل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمته في مهرجان الوفاء للقادة الشهداء ومن على منبر المقاومة لا تهزم قال على الرغم من الخصومة السياسية مع بعض ورثة الرئيس الشهيد رفيق الحريري نشدد التعزية والمواساة أملا أن يأتي يوم أن تصبح فيه هذه الذكرى قادرة على جمع اللبنانيين جميعا على هذا الأمل ختم السيد الشأن المحلي ولم يقارب لا من قريب ولا من بعيد الملف اللبناني وتحديدا شقه الرئاسي وأعطى مناسبة الوفاء للقادة الشهداء كل الكلام من باب ما يجري في المنطقة من فرص يسعى لها الإسرائيلي كإقامة علاقات وتحالفات مع الدول العربية السنية وإمكانية تغيير النظام في سوريا سائلا للحكومات العربية هل تقبل بصديق لا يزال يحتل فلسطين وقال نصر الله أن إسرائيل تسعى لتقسيم سوريا على أساس عرقي وطائفي وأن مشروع إقامة دولة جاهلية في سوريا باسم الإسلام قد فشل كما فشل مشروع الإمبراطورية العثمانية وحتى اللحظة لا نتحدث عن نصر نهائي في محورنا ولا عن خيبة وفشل كامل في المحور الآخر رئيس طيار المستقبل سعد الحريري كان قد استبقى خطاب السيد بموقف سياسي متقدم تماشى وحلته الجديدة وفي دردشة مع الإعلاميين قال يجب أن لا نقول أن حزب الله لا يريد رئيسا بل أنه يستمهل وأريد أن أضلط باتجاه مشاركة الحزب في جلسة انتخاب الرئيس والمعنى هنا ليس في قلب الشاعر وقد يكون في خطوط التواصل والتنسيق التي لم تنقطع على الأقل في جلسات الحوار الثنائية في عين التيني كلام الحريري وخطاب السيد الإقليمي يدلان على أن شعرة معاوية المحلية لم تنقطع بعد ولم تصب برصاص طائشة من الرصاص الذي أطلق الليلة الماضية إذن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لم يقارب الملف اللبناني بشكل عام والرئاسي بشكل خاص في خطاب الوفاء للقادة الشهداء واكتفى بمقاربة الوضع الأقليمي من التهديدات الإسرائيلية إلى الأزمة السورية إسرائيل تدعو وبكل وقاحة إلى تقسيم سوريا إلى تقسيم سوريا على أساس عرقي وعلى أساس طائفي واعتبروا هنا أنه إذا تم تقسيم سوريا إلى دويلات فإن هذه الدويلات التي ستؤسس على حدود فلسطين المحتلة يمكن في يوم من الأيام التفاهم معها والتواصل معها هذه الهزائم المتلاحقة للجماعات المسلحة دفعت بالسعودية وبتركيا لكن بالسعودية بشكل يعني بصوت أعلى بكثير لأنه عنده فلوسه فيها تجيب يعني أنه تدخل بري سعودي وتركي في سوريا لمحاربة داعش وضمن الاعتلاف الدولي وبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية هدفهم أن يصبح لهم موطئ قدم في مواجهة المحور الآخر يعني هؤلاء جاهزون أن يأخذوا المنطقة إلى حرب إقليمية وإلى حرب عالمية ولكنهم ليسوا جاهزين على الإطلاق أن يقبلوا بتسوية سياسية حقيقية ووطنية في سوريا بدكن أن أقول من آخرها إذا إجوا مليح وإذا ما إجوا مليح إذا ما إجوا إن شاء الله بتخلص قصة سوريا بس بده وقت وإذا إجوا إن شاء الله بتخلص قصة المنطقة كلها بس بده وقت لم يسمح لا لداعش ولا للنصرة ولا للقاعدة ولا لأمريكا ولا للسعودية ولا لتركيا ولا لكل الطواغيب والمستكبرين أن يسيطروا على سوريا ولا لإسرائيل أن تحقق أحلامها وأهدافها وبالتزامن مع إطلالة السيد حسن نصر الله شهدت سماء الضحية الجنوبية أطلاق الرصاص ابتهاجا فيما اختار بعض الشباب في منطقة الكفاءات التعبير بطريقة أخرى وقاموا بإطلاق الألعاب النارية والمفرقعات في سماء المنطقة توفي الشاب مارسلينو زماطة مواليد 82 زحلي متأثرا بجروح أصيب بها بعد تعرضه لطعانات بالسكاكين في الأشرفية بعد إشكال حصل مع شابين على متن دراجة النارية وفي التفاصيل وأثناء مرور مارسلينو برفقة خطيبته عند محلة ساحة سيسين أمس تعرض شابان للفتاة بتعبير مسيئة ما أثار غضب مارسلينو الذي رد عليهما بالشتائم فتطور الإشكال إلى تضارب بالأيدي أقدم على إثره الشابان بطعن مارسلينو بطعنات عدة نقل على إثرها إلى المستشفى وملابث أن فارق الحياة وقد تمكن دورية من مفرزة استقصاء بيروت من توقيف الفاعلين بعد اعتراضهما من قبل شبان المنطقة وأحيلا إلى فصيلة الأشرفية التي باشرت التحقيق بالحادث الرئيس سعد الحريري ترأس الاجتماع الأسبوعي لكتلة المستقبل واستقبل في بيت الوسط عددا من الوزراء والسفراء وقال إن من حق جعجع الدستوري أن يرشح من يريد ومن حق أنا أن أرشح من أريد بعد الهجوم الكلامي الذي سدده الرئيس سعد الحريري إلى حزب الله في ذكرى استشهاد والده موقف لافط من بيت الوسط أطلقه في خلال دردشة مع الصحفيين أكد فيه أنه يجب أن لا نقول أن حزب الله لا يريد رئيسا بل إنه يستمهل مشيرا إلى أنه سيضغط باتجاه مشاركة حزب الله في جلسة لانتخاب رئيس رئيس تيار المستقبل أكد أن من حق جعجع دستوري ترشيح من يريد ومن حقه هو أيضا أن يرشح من يريد معتبرا أن انتخاب رئيس هو أكثر ما يهمه لكونه الأمر الوحيد الذي يجعل الأمور تستقيم في البلد مكررا ما سبق وأعلنه من أن هناك ثلاثة مرشحين للرئاسة وأن علينا ممارسة الديمقراطية بحيث يربح من يربح ونحن نهنئ وبعد أشهر طويلة على غيابه عاد رئيس تيار المستقبل ورأس الاجتماع الأسبوعي لكتلة المستقبل التي توقفت ماليا عند عودته ورأت أنها تساهم في استعادة وحدة قوى الرابع عشر من أذار وإنهاء الفراغ الرئاسي تعتقد بقوة أن الفرصة ما تزال متاحة أمام قيادات وأحساب ونخب قوى الرابع عشر من أذار للإنخراط في عملية استنهاد جدية وجريئة على مختلف المستويات السياسية والتنظيمية لمواجهة مشروع الوصاية الجديدة الذي يوشك أن يبتلع لبنان بكل ما يمثله من رسالات حضارية متنوعة ومميزة ورائدة في المنطقة وكان بيت الوسط غص بالزوار المهنئين وعلى رأسهم الرئيس مشال سليمان الذي أقام الحريري مأدوبة غداء على شرفه جرى خلالها التطرق إلى مختلف مواضيع الساعة والأوضاع المحلية والأقليمية السفير الروسي أليكساندر زاسبكين من جهته زار بيت الوسط مهنئاً الحريري بعودته إلى وطنه كذلك فعل كل من وزير الصحة وائل أبو فعور والسياحة ميشيل فرعون والاتصالات بطرس حرب إضافة إلى السفيرين الأردني والمصري الذين شددوا على ضرورة انتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت حزب الكتائب يتخوف بعد التدخل العسكري من إقحام لبنان سياسياً في الأزمة السورية من خلال الانتخابات الرئاسية والرئيس أمين لجميل يؤكد في مقابلة مع الجديد أن مشروع الكتائب مشروع وطني لا سلطوي إن كانت عودة الرئيس سعد الحريري قد عادت إحياء الحركة السياسية في البلاد فإنها لم تستطع حتى الساعة خلق أجواء توفقية فالهم الأساس عند حزب الكتائب إبقاء لبنان في منأ عن صرعات المنطقة في بركان إذا بدوا يتفجر ما بعتقد لبنان رح يبقى محمي نحن بدل ما نتصدى لهالخطر الكبير التهديد الكبير ما تخذني يعني بعدنا عم نتسلى بالأشور لا في يعني إحنا ببداية الحرب السورية كنا نبهنا نبهنا من مخاطر التدخل العسكري في سوريا وكدت عم بتوجه للمعسكر تبعي للفريق تبعي اليوم أنا بنبه في خوف من التدخل السياسي من خلال انتخابات رئيس الجمهورية ونقحم لبنان سيسيا بهالصراع الدائر في سوريا ما نقحم المسيحي فريق المسيحي نقحمه بمعارك من نقلنا ونكون نحن عم ندفع لبنان كمان انه ينخرط أكتر وأكتر وينغمس أكتر وأكتر بهالصراع الدائر في سوريا فمن هون كنا عم ندع دايما لرئيس ميثيقي توفيقي يقدير يحفظ البلد ولا يدخلوا بصراعات أكبر منا وروح نحن بدعز الخيل هلأ المشروع الأساسي اللي يجب نحن نطرحه كمسيحيين هو مشروع وطني وليس مشروع سلطوي ما وقت هلأ نلعب لعبة السلطة لأنه شفنا نحن ما متنا شفنا غيرنا شو صار فيه لقاء الأقطاب الأربعة في بكيركي منذ عام تقريبا لا يعني توقيع عقد ولا بروتوكول ملزم للأطراف ولا يعطي حصرية وفق الرئيس جميل إنما هو اتفاق على أن الرئيس المنتظر يجب أن يكون قادراً على مواجهة الاستحقاقات وتحقيق الدور التاريخي للمسيحيين في المنطقة ألا وهو التوفيق بين جميع الأطراف هلأت لك أنا يمكن عندي هالبروفيل المثاقي الوفاقي أنا ما يعني هذا سياستي منذ البدء بس ما أنه مشروع شخصي ما أنه مشروع أمين جميل هلأ مشروع وطن بناء وطن يمكن أنا بخلق إشكاليات معينة لذلك ما عم نطرح هلأ تلشيحنا عم نطرح هلأ ضرورة انتخاب الرئيس يقدر يحقق الدور المسيحي ورسالة المسيحيين في لبنان اللي هي رسالة انفتاح نلعب اللعبة الديمقراطية فننزل على مجلس نويب ننتخب الرئيس الأفضل أنه نفوت كونفيتين بتوافق خاصة بهالمرحلة بالذات إنما ليس على حساب اللعبة الديمقراطية ما فينا نقول لبنان ديمقراطية بدي لعب اللعبة الديمقراطية لما في فريق بيقول لك يا بتنتخب هذا الإنسان يا ما فيه انتخابات هذا ما بقى انتخابات ولا بقى ديمقراطية ولا بقى جوي فيقي ولا هيدا تقاليدنا اللبنانية تقاليدنا اللبنانية كانت نلعب اللعبة الديمقراطية بالكامل وأحيانا نكون تلتقى الديمقراطية مع الوفقية ممتاز بس دايما فيه الديمقراطية يعني الآلية آلية انتخاب الرئيس جمهورية الحياة البرلمانية والأصول البرلمانية والدستور اللبناني هني بالنهاية بنيكونوا الحكم إذا ما أدرنا نصل للتوافق ويحذر الرئيس أمين جميل من أن خريطة الشرق الأوسط تتغير وهذا يشمل التركيبة الديمقراطية وبالتالي فإن الغماس المسيحيين في أي من هذه الصراعات يكون خطأا يرتكب بحق أنفسهم ولبنان وأن دورهم توفقي وتوافقي لا سلطوي باسد العريضي قناة الجديد النائب الممدد له إبراهيم كانعان أكد بعد اجتماع تكتل تغيير والإصلاح أن المسيحيين ليسوا أتباعا بل شركاء في السلطة بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح أكد النائب إبراهيم كانعان أن الفريق الآخر خالف الدستور فالنظام اللبناني ديمقراطي برلماني جرت مخالفته بالتمديد مرتين لمجلس النواب للتجديد لأكثرية عاجزة عن انتخاب رئيس ومعطلة للشراكة الوطنية الفعلية وقال إن ترجمة كل المواقف التي سمعناها في اليومين الماضيين عن المثاق والدستور والحياة الديمقراطية تختصر بعنوان الشراكة الفعلية وإرادة الشعب فأين نحن منها؟ أين إرادة ال86% من المسيحيين؟ هل أن حدود المثاقية تقف عند المكون المسيحي فيختزل عند كل استحقاق نيابي أو حكومي أو رئاسي تمثيله؟ عن أي ديمقراطية تتكلمون؟ هل أنتم حقا جادون في مطالبتكم باحترام الديمقراطية واتهامنا بتعطيلها؟ من منطلق المثاق نرفض أي وصاية علينا وخصوصا تلك المتأتية من مخالفة اتفاق الطائف لهو دستورنا ولفت كنعان إلى أنه في اللقاء التاريخي للبابا فرانسيس وبطريارك روسيا عبر البابا عن قلقه من تقييد حقوق المسيحيين وتمييزهم عندما تسعى بعض القوى السياسية لوضعهم على هامش الحياة العامة بعد الفاصل حشرة الصندل تغزو المنازل أهلا من جديد روسيا تكشف زيفة صفقة الترحيل شركة الشناك البريطانية لم تحصل على موافقة الحكومة الروسية بعد نحو سنة على بدء أزمة النفايات لم تعد رائحتها الكريهة تقارن برائحة فساد السلطة ونتنتها آخر فصول الفضائح إعلان وكالة تاسر روسية عن وزارة البيئة الاتحادية الروسية نفيها منح موافقة التخلص من النفايات اللبنانية على الأراضي الروسية ما يعني أن شركة شينوك الموكة للترحيل قد أبرزت مراسلات وهمية ومزورة إعلان الوكالة تقاطع وتصريح السفير الروسي في لبنان أليكسوندر زاس بيكين هناك المعاملة أن الشركة يبدو الشركة البريطانية الخاصة وهناك الشركات الروسية ما أعرف فبتبعية الحال إذا كان هناك هذا التعاون فيجب أن تكون هناك موافقة من السلطات السورية على أن فضائح صفقة الترحيل وتكلفتها الباهظة ووجهتها الكاذبة لا تقتصر على هذا الحد إذ كشف أخيرا أن الشخص الذي تولى مفاوضة الحكومة اللبنانية يدعم حمد علي عجمي وعجمي ليس سوى أحد العملاء الإسرائيليين وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة العسكرية بتاريخ الثالث عشر من تشرين الثاني عام خمسة وتسعين وهو ممنوع عليه دخول الأراضي اللبنانية الشخص اللي ذكرته العجمي أكيد التقى من أربع سنين بمجموعة شخصيات كان ممثل لشركة شينوك والتقى من أشهر بسيطة يعني وقت ما نفتح هذا الملف أول مرة كمان التقى بناس بالخارج وهو قال له ما بقدر يجي على لبنان لأنه محكوم بموضوع العمالي لإسرائيل يعني هو يخبر مش أنه عم نحكي بالتواتر بالتواتر نحن في 12 الشهر بلغتنا يعني ناشطة بيئية بروسية بلغت موقع جرين أريا أنه وزارة البيئة من كبار المسؤولين تبا نقول أكبر مسؤول فيها بلغها أنه ما أقدم ولا وسيئة ولا ورقة بتسمح بنقل نفايات من لبنان إلى روسية وهن أبدا مش بهذا المناخ أنه يقبلوا بهذا الشيء خلافاً الإدعاءات خلافاً تماماً الإدعاءات وزير البيئة ورئيس مجد الانمار وشركة نفسها حتى إجت اليوم يعني البيانة الرسمية طالة عن وكال التاس اللي عم بأكد أنه فيه تزوير بالموضوع مش أكتر منها وبفتكر رح يطلع بيانة عبكرة كتير واضح يعني بهذا المجال يأكد أنه فيه حفلة تزوير طويلة عريضة لأنه فيه ورقة متداولة تحمل وزارة البيئة الروسية وهي مقلة علاقة فيها اليوم إحنا تجاوزنا كل المهل لأقرر قرار مجلس الوزراء ما حدا كلف خاطره يراجع مفترض اليوم كانت البواخر عم بتحمل وعم تمشي طبعا السؤال الأساسي الكلفي قداش عم بيخبرون عن الكلفي 120 دولار على الورقة والألم تطلع الكلفي 232 دولار عم نحكي ب700 مليون دولار بلد عم يشحد الفرنج كل أرقامه المالية للأسف سلبية مؤشراته سلبية عم يجيب 700 مليون دولار خدمة للمين من الزعيم من الجهة رح تستفيد من كل هذه الأموال وبحسب مصادر خاصة للجديد فأن الحكومة الروسية قررت كشف ما حصل بعد اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير الخارجية الروسي سورجي لفروف اذ طلب لفروف حينذاك إلى سلام التعامل مع شركات روسية بدلا من شينوك البريطانية وروسيا ستسهل الترحيل على أن الحكومة تجاهلت الطلب وأصرت على شينوك وهو إصرار بتكلفة 700 مليون دولار عدم شمس الدين قناة الجديد عشرة الصندل تشتح المنازل والأهالي يشكون تقصير البلديات ووزارة الزراعة وكلتهما تنفي تقرير كاتيا البيروتي وزارة الزراعة اتصلنا فيها أهل ما في دواء اتصلنا بالبلدية البلدية ما عندها خبر عمنا عاني كتف عم يطلع على بيوتنا حساسية فالله حرش منه لا يهوني حرش كبير يعني مش جيش اسمه يجو يرشوه على مدى أكثر من عشرات أيام شك أهالي منطقة خلدي غزو حشرات الصندل منازلهم وأحياءهم حيث تتكاثر هذه الحشرات في شهري شباط وآذار بعد نسجها شرنقة حول نفتها تخرج منها بعد أشهر على شكل فراشة ومعروف أنها حشرة تفسد الأشجار لا سيما شجر الصنوبر البري التي تعيش على أخصانه ولديها تأثيرات سلبية في صحة الإنسان فهي تتسبب بحساسية في البشرة والعيون إضافة إلى ضيق في التنفس عم بيطير وابرو كله معبى عنا بأرض المدخل عم بيطلع على بيوتنا أولادنا كله عندها حساسية نحن نفس الشي ما حدا عم بيرد علينا طيب ويالحال؟ طيب أنتو شو عملتو إجراءات وقائية؟ لو نحن رشينا هيدا مثل قلتو يعني مثلا بيخف نص ساعة بيرجع لأنه إذا ما يرشوا لحراش بدي يرجع كله يسال حبل عنا ومع إطلاق الأهالي صرختهم التي لم تلقى أذانا صاغية من المعنيين الذين يتقاذفون المسؤوليات توجهنا إلى وزارة الزراعة والبلديات المعنية للاستفسار عن سبب التقصير الحاصل في مهماتها من رش للأحراج المحيطة بالمنازل بالمبيدات اللازمة نحن كوزارة هلأ يعني من بلشنا من حوالي العشر تيام نوزع على مين ما طلب المبيدات هلأ فيه طريقتين للتوزيع فيه ناس عم يجوا يأخذوا مباشرة من عندنا من الإدارة المركزية نحن نعطي الأولوية للبلديات لهي تقوم برشو طب لهم البلديات ما مشكلة عم بتستعمل هذا المبيد نعم هيدا مشكلة هلأ أنا ما بدي أشمل لأنه أنا على مكتب هلأ فيه عندي طلبات كتير من عدد من البلديات عم نعني علاجها لأنه كمان ما بنقدر نعطي يعني الكميات اللي كله نو بيطلبوها مش لأنه بيطلبوا أكتر من اللازم عن قصد بس بيفكروا أنه بدين رشوا كل الغابة نحن عم نقول لهم الدلتاماترين ما بدنا نرشوا بقلب الغابة نحن هيدا مش تنحمي الغابة هيدا تنحمي المواطنين مشكلة أرادة موجودة اللي داري عارف فيها والبلديات اللي دايما عم نوقع أنه يصير فيه أدب نخذونا استراتيجي مؤمن نحن عارفين بس ما بنقدر نعرف قبل بكتير وقت نحن عملنا رصد بتشارين وما ظهرت عننا أنه لاح تكون بهالكسف نحن في كتاب والدني على وزارة الزراعة والكتاب موجود هون بين إيديك صار ومعروف أي تاريخ نزيل وأي تاريخ تسجل بألم الوزارة وناطرين وزارة الزراعة حتى إلونا صار هالدواء موجود حتى ننزل نجيبه ونحن عنا تجهزات كلها مش نرش عنا متير خاص للموضوع هذا وأول ما توصل للدواء نفس النهار لحن نبلش بالرش وفي أثناء مقابلتنا رئيس البلدية ورد اتصال يؤكد وجود المبيدات في مصلحة الصحة في جبل لبنان لتسليمها إلى البلدية حالا لح تعمل اتصال مع مصلحة الصحة حتى نشوف أمثين فين نطلع نجيبه نستلمه نحن نقول أنه اليوم قبل المساء وفيما يعد المعنيون بحل المشكلة مع بوزوغ يوم الأربعاء يتوعد الأهالي بحرق الأحراج إذا لم تحل المشكلة حفاظا على سلامتهم وسلامة أولادهم صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير في السراية زار وزير السياحة ميشيل فرعون رئيس الحكومة أمم سلام ووجه إليه دعوة لرعاية المنتدى الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا الذي سيعقد في لبنان في نهاية شهر أيار المقبل وقد بحث فرعون وسلام في شؤون مطار رفيق الحرير الدولي ودعم تذاكر السفر مع الأردن وتنشيط الرحلات بين لبنان وبولونيا إضافة إلى أمن الدولة ومشكلة النفايات سلام استقبل وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس استأنف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جولته الأوروبية في محطتها الثالثة في روما حيث التقى والوفد المرافق نظيره الإيطالي باولو جانتيلوني في حضور القائمة بأعمال سفارة لبنان لدى إيطاليا رحاب أبو زين وبحث الوزيران في العلاقات الثنائية وسبل التعاون بين البلدين وحدد الوزيران مجالات التعاون بين لبنان وإيطاليا لسيما في مجال الطاقة واستكشاف الغاز في المياه اللبنانية الإقليمية وتعزيز التبادل التجاري ثم انتقل باسيل إلى الفاتيكان حيث التقى وزير خارجية الفاتيكان المونسينيور بول كالاغر في حضور سفير لبنان لدى الفاتيكان جورج خوري أعتقد معالي الوزير بأنه يتدخل سعودي بري في سوريا هل يمكن أن يفاقهم الأزمة أم سيعالجها؟ أعتقد أن الحل السياسي هو الأمر الوحيد الممكن لوقف الإرهاب ومجفته فعليا ولوقف أزمة النازحين التي للأسف تستجلب معها المزيد من التطرف في خلال زيارته الرئيس سليم الحص شدد السيد علي فضل الله على أن الرئيس الحص يمثل قامة وطنية وإسلامية وإنسانية مؤكدا الحاجة إلى هذه الشخصيات التي تعمل لحماية الوطن من الانقسامات المذهبية والطائفية والسياسية ولفت فضل الله إلى سعي البعض لتعميق الانقسامات المذهبية والطائفية ليكون البلد ساحة لكل الصراعات التي تتزامن والفتن التي تحدث في عالمنا العربي والإسلامي حتى لا يبقى له أي قوة ولا أي دور يمكن أن يؤديه في المستقبل وأكد فضل الله أن مستقبلنا سيكون أفضل إذا حرصنا على الحكمة التي يتحلى بها الحص وعلى الوعي والصدقية استقبل الرئيس إميل لحود في دارته في اليارزي السفير السوري علي عبد الكريم علي في حضور النائب السابق إميل إميل لحود بعد اللقاء أكد علي أن سوريا اليوم تقطف الانتصارات مشيرا إلى أن الانتصار على الإرهاب هو انتصار على العدو الصهيوني وصمود سوريا هو في مصلحة لبنان والمقاومة هذا الذي يجري من انتصارات في حلب في اللازقية في إدلب في درعة في كل المناطق السورية هو قوة لكل الذين يريدون الخير لهذه المنطقة يريدون اندحار المشروع الذي أريد لهذه المنطقة أن تتفكك على أساسه في إطار الاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات البلدية وقد لقاء في مبنى بلدية جديدة مرجعيون ضم مختاري قضاء مرجعيون بدعوة من القائم مقام وساب الحايك لإطلاعهم على الاستمارة الجديدة للاستحصال على بطاقة الهوية وفق قرارات وتوجهات وزارة الداخلية والتقيد بتعميم وزير الداخلية نهاد المشنوق حيال بعض الإجراءات المتشددة والتدابير الجديدة فيما يتعلق بإخراج القيد لجهة حضور صاحب العلاقة شخصيا للحصول على طلب إخراج القيد إضافة إلى شؤون تتعلق بمسح الأراضي والمشاعات أهلا بكم من جديد تل رفعت في يدي الأكراد تركيا تقصف روسيا تطالب مجلس الأمن بالتدخل ومساعدات إنسانية لمضايا والزبداني والمعظمي وكفريا والفوعى غدا تمكنت وحدات حماية الشعب الكردية من السيطرة على مدينة تل رفعت التابعة لمحافظة حلب والمحاذية للحدود التركية قطعة بذلك طريقة إمداد المسلحين من مدينة أعزاز لتصبح على بعد خطوة واحدة فقط من السيطرة على المدينة وجارتها مارع وفي حال السيطرة على أعزاز يصبح الشمال خاليا تقريبا من التنظيمات المسلحة المدعومة تركيا مع أغلاق أهم معابر الأسلحة من تركيا نحو ريف حلب الشمالي هذا التقدم أقلق رئيس الحكومة التركي أحمد داود أوغلو الذي أكد أن بلاده لن تسمح بسقوط مدينة أعزاز السورية وقال لن نسمح بتقدم وحدات حماية الشعب الكردية نحو غرب الفرات أو شرق عفرين وقد جددت المدفعية التركية قصفها المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في ريف حلب شمال سوريا في محاولتنا لوقف تقدمها باتجاه أعزاز وفي سياق متصل استعاد الجيش السوري محطة حلب الحرارية شرق مدينة حلب من أيدي تنظيم داعش الذي استولى عليها عام 2014 وحولها إلى معتقل كما بسط سيطرته على قرية الطيب ومزارعها في منطقة كويروس بريف حلب الشرقي إلى ذلك أعلنت منظمة الطباء بلا حدود مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص من جراء قصف استهدف مستشفى تابع لها في مدينة معارة النومان بمحافظة إدلب وأكدت الأمم المتحدة أنه في حال ثبت استهداف مدارس ومشاف في سوريا عمدا فأن ذلك يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب موربة عن أسفها على ذلك وفيما طالبت روسيا مجلس الأمن بمناقشة القصف التركي لأهداف في سوريا التقى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا سيفان ديمستورا وزير الخارجية وليد المعلم وأعلن ديمستورا أن الحكومة السورية وافقت على إدخال مساعدات الأربعاء إلى مضايا والزبدان والمعظمية وكفريا والفوعة كما بحث ديمستورا والمعلم في موضوع وقف إطلاق النار قد جاء الموقف السوري الرسمي من مسألة وقف إطلاق النار على لسان رئيس بشار الأسد قلون يريدون وقف إطلاق النار خلال أسبوع طيب من هو القادر على تجميع كل هذه الشروط أو المتطلبات خلال أسبوع؟ لا أحد من سيتحدث مع الإرهابيين في حال منظمة إرهابية رفضت وقف إطلاق النار من سيحاسبها؟ من سيقصفها؟ كما يقولون إذا أرادوا قصفها أين تتوضع؟ أين تتواجد؟ من الناحية العملية كل هذا الكلام كلام صعب ولكن نحن نتحدث عن أسس في حال تم تأمين كل هذه المتطلبات فيجب أن يكون هذا الوقف للعمليات بهدف تحسين الوضع الأمني وبهدف الوصول إلى إما مصالحات أو تسويات أو أي شيء من الأشياء التي نقوم بها اليوم بشكل مستمر ومع مد تركيا المجموعات بالأسحة ومشاركتها في عمليات القصف ومع تكثيف روسيا غارتها على أماكن تجمع المجموعات الإرهابية فأن الطرفين على ما يبدو سيصلان منهكين قبل الاتفاق وعلى ما يبدو فأن هذا الأمر سيسرع اتفاقا ستحتاج إليه الأطراف مع تصاعد وطيرة المعارك حياة الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق مهددة بعد اشتداد تشنجات وظهور بوادر ذبحة قلبية يا ربي إنها معركة الأمعاء الخاوية يخوضها الأسير الصحافي محمد القيق في وجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تعتقله إداريا بتهمة التحريد على العنف هي ألام النوبات والتشنجات التي تصيب الأسير المضرب عن الطعام منذ 84 يوما فعلى الرغم من ظهور عوارض الإصابة بذبحة قلبية على القيق المحتجز بمستشفى العفول الإسرائيلي ترفض المحكمة العليا لدى الاحتلال إطلاق سراحه ونقله إلى مستشفى فلسطيني وهو شرطه لفك إضرابه عن الطعام ولأن الأسير يصر على نيل حريته واختيار المكان الذي يوقف فيه إضرابه عن الطعام وهو مستشفى رامالله فقد رفضت هيئة الدفاع عنه عرضا تقدم به قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا لنقله للعلاج في مستشفى المقاصد في القدس المحتلة تحييك على هذا الموقف وقلوبنا معك إن شاء الله تنتظر على السجن وإلى أن تبت المحكمة قرارها تبقى كلمات هذه الطفلة فسحة الأمل الوحيدة للقيق في ظل غياب موقف عربي من ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني فنان فلسطيني ينحط حكاية شعبه على أشواك الصبار أراد الفنان الفلسطيني أحمد ياسين أن يخرج عن المألوف فوجد ضلته في الصبار حول جذوعها إلى لوحات فنية تحاكي معاناة الشعب الفلسطيني وصبره وصموده أمام الاحتلال الإسرائيلي يعيش ياسين البالغ واحدا وعشرين عاما في بلدة عصيرة شمالية شمالي مدينة نابلس في الضفة الغربية وقد اختار نمتة الصبار لكونها ترمز إلى الصمود وتتأقلم مع الحرارة وقصوة الطبيعة فمذج الألم بالأمل والشوك بالصمود كنت إلى تقريبا أربع سنين برسم على لوحة الكماش فأجدتني فكرة كيف أني أطور وأعبر عن قضية شعبة من خلال سطح جديد فلقيت أنه نبتة الصبار بما تتميز به من خصائص جغرافية بتقاوم الجفاف هي نبتة معمرة بتنبت في أي مكان كأنه يعني هو الصبار بزرع نفسه من نفسه إضافة إلى الألوان التي هي طبيعة الألوان الأكريليك تتفاعل مع سطح الصبار وكذلك سطح الصبار نفسه يمتص الألوان بطريقة تختلف عن الكماش وأعرب الفنان الفلسطيني عن طموحه في أن يصل بفنه إلى العالمية والمشاركة في معارض عربية ودولية لإيمانه بأن الفن لا حدود له السعودية وقطر وفنزولا وروسيا تتفقوا على تجميد مستويات النفط وعين السوق على إيران في اجتماع مغلق في الدوحة التقى وزراء نفط السعودية وقطر وفنزولا وروسيا وقررت هذه الدول وفق مسؤول قطري تجميد انتاجها من النفط عند مستويات كانون الثاني الماضي شرط التزام المنتجين الآخرين ذلك وقال وزير الطاقة والصناع القطري محمد صالح إن اتفاق الدول الأربع جاء بهدف استقرار أسواق النفط أما وزير النفط السعودي علي النعيمي فأكد أن تجميد انتاج النفط عند مستويات سيكون كافيا لتحسين أوضاع سوق الخام سيما أن الامدادات تنخفض بسبب الأسعار الحالية فيما يرتفع الطلب وكشف وزير الطاقة الفنزولي أنه سينتقل إلى طهران الأربعاء للقاء نظيريه الإيراني والعراقي الذين غابا عن اجتماع الدوحة وأمل الوزير الفنزولي أن يرافقه الوزير القطري لمناقشة أسس هذا الاتفاق المهم جدا لتحقيق الاستقرار في السوق نتائج اجتماع الدوحة الربعي بدد الأمال بإجراء خفض على الانتاج يؤدي إلى تصحيح حقيقي في الأسواق لسيما أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين روسيا والسعودية وهما أكبر منتجين للنفط في العالم مشروط بمشاركة المنتجين الآخرين على تجميد مستويات إنتاج الخام في وقت تشير التقديرات إلى عدم ردوخ إيران التي غابت عن الاجتماع لهذا الاتفاق لكونها تأمل الصعود بصادراته النفطية إلى مستويات ما قبل العقوبات ولان نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الأربعة 17 شباط 2016 ونبدأ مع النهار هل تسقط الفيتوات قبل جلسة اتنين أدار؟ صفقة النفايات ضائعة بين موسكو وبيروت سوريا أمام اختبار المساعدات اليوم وواشنطن لا تعتزم إرسال قوات برية في عنوين السفير توقيف خلية للنصرة استهداف الضاحية وطرابلس بسيارتين نصر الله للسعودية وتركيا حذار التورط في سوريا واشنطن لأنقرة لا خطط لعملية برية في سوريا أما في أبرز من جاء في عنوين الأخبار نصر الله فليأتي السعوديون برج فازليان ساحر المسرح اللبناني في الأنوار نواب يثيرون فضيحة التزوير في وثائق ترحيل النفايات إلى روسيا تأكيد الخلافات بين المستقبل وتكت العون قوات إماراتية تصل إلى السعودية للمشاركة في مناورات رعد الشمال رحيل بوترس بوترس غالي في الديار لهذا اليوم نصر الله سننتصر وستبقى سوريا عمود خيمة المقاومة حاويات الأمونيا بحيفا في مرمى صواريخنا فضيحة النفايات الحريري يستفز المسيحيين الحريري سيوزع 100 مليون دولار ننتقل إلى المستقبل التغيير والإصلاح يصاعد مسيحيا ومستندات ترحيل قيد التدقيق الحريري يضغط رئاسيا فليربح من يربح الملك سلمان وأردوغان لا حل مع الأسد في عنوين البناء تركيا والسعودية تتراجعان عن حماسة التدخل والشمال السوري نحو الحسم نصر الله وصلنا إلى المفترق نفوز بسوريا أو بالمنطقة وإسرائيل في المأزق هيئة الحوار بدون الحريري وعون بلا ملف رئاسي عودة إلى ملف النفايات في اللواء لهذا اليوم نصر الله وعون يتجهلني دعوة الحريري لإنهاء الشغور الرئاسي جلسة ماراتونية لمجلس الوزراء غدا فضيحة النفايات وملف اسميحة وجسر جل الديب هل بدأت الإجراءات السعودية ضد لبنان الملك سلمان وأردوغان لا حل بوجود الأسد ولوقف قصف المدنيين في عنوين البلد لهذا اليوم نصر الله حلق في الأقليم والحريري يراهن على حزب الله الجيش يدخل كنسبة الاستراتيجية وتركيا لعملية برية إسرائيل وبرلين تتفقان ضد السلام في عنوين الجمهورية الحريري الحزب يستمهل ولا يعطل 14 أذار في 11 عاما بين زوال الحلم وتحدي الجمع تحرك لرأب الصدع بين معراب والصيف في عنوين الحياة روسيا تدعم ضم سوريا إلى منطقة أو إلى منظمة الأمن الجماعية ودمستوريا يختبر دمشق بإدخال مساعدة إنسانية تركيا تخفض توقعات الهجوم البري أحباط مخطط إرهابية استهدفوا مهرجان الجنادرية اتفاق ربعي مشروط لضبط أسعار النفط نجاة محافظ عدن من محاولات اغتيال نختم مع الشرق الأوسط دمستورا والمعلم يتفقان على توصيل المساعدات إلى المناطق المحاصرة والأمم المتحدة سنختبر التزام دمشق مناورات سعودية تركية وروسيا تستبق بخطة هجوم على الرقة محاولة أممية للتنصل من مسئولية فضيحة المعدات العسكرية في اليمن كان في النشرة نصر الله للربع عشر من شباط نأمل أن يأتي يوم تصبح فيه هذه الذكرى قادرة على جمع اللبنانيين جميعا الحريري حزب الله يستمهل رئاسيا وسأضغط ليشارك في الجلسة الرئيس أميل جميل للجديد هلأ المشروع الأساسي الذي يجب أن نطرحه كمسيحيين هو مشروع وطني وليس مشروع سلطوي ما هو وقت هلأ نلعب لعبة السلطة روسيا تفتح شناك وثائق الشركة مزورة المعارك عند الحدود السورية التركية تستعر وكان في النشر الأسير محمد القيق بين الحياة والموت ختم نشرتنا الصباح شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء عند العشرة ونصف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة